يعني فيه خبر عاجل احنا هندخل فيه مباشرة بدون تقديم ليه لان هو بيتكلم عن نفسه النهاردة اعلنت مجموعة من الاحزاب المصرية والقوى السياسية رفضوها التام للبيان الصادر من البرلمان الاوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية ووصف عدد من الاحزاب والقوى السياسية البيان الصادر من البرلمان الاوروبي بانه بيمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري خاصة ان الدولة المصرية ترفض اي املاءات من جانب الغرب في شؤونها ممثلوا الاحزاب المصرية وفي مقدمتها مستقبل وطن وحزب ارادة جيل وحزب الاصلاح والنهضة والاتحاد وحزب المصريين والجيل ومصر اكتوبر انتقدوا البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي بوصفه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري ولا يخلو من الاكاذيب والتضليل المتعمد للرأي العام المحلي والدولي قال برلمانيون وقيادات سياسية ان بيان البرلمان الاوروبي تضمن اكاذيب حول الانتخابات الرئاسية رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات اثناء اعلانها الجدول الزمني للانتخابات بانها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات كمان حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكلات وفقا لنظام دقيق تم الاعداد له ضمانا للشفافية واضاف عدد من ممثلي القوى السياسية ويمكن البيان صادر قدام حضراتكم على الشاشة اضاف البيان ان البيان من الاتحاد الاوروبي بيمثل اساءة للدولة المصرية ويتطلب اعتذارا والتوقف تماما عن اي تدخلات خارجية مخالفة للقانون الدولي